أهلا بكم في دروس الأحياء للصف الثالث سنوي لغات معكم دكتور وليد فاروق Today's topic we will talk about the support and movement in living organisms We will start by plants so let's go For the support and movement there are different methods for the support to maintain for the animal or for the organism to maintain its shape and also for protection So it's essential the support for the organism to make its unique shape You know that every animal is known about his actions and the shape that it is created Like for example the shape of the human being, the shape of the human being, the shape of the human being But in all these days there are different mechanisms of support to take the shape of the human being The support, this support takes two forms Either physiological or structural Physiological, now we're talking physiology We'll be talking about wazaaif al-adhaa So physiological mechanisms concerns the cell as a whole The whole cell takes part in these physiological support mechanisms as we will see later The structural here we're talking anatomy We're talking about the description The treatment of human being What is happening here In the processes of the operation of human being To provide support, support and support he wants to Structural as the deposition of heart substances on the cell wall or part of it such as cellulose and lignin لذا سلللوس و لغنان سيئنس المشروع يكون عملية البيانات عملية الوغانيس إنه ليس لتساقط للوغانيس حسنا زيادة البيزيولوجي لو أنت أخذت فاكهة مجففة وحطتها في مية حتلاقيها بتزيد في الحجم بعد كده بتنفش يعني بالبلدي ليه بتنفش لأن المية دخلت جواها طب ايه القوة اللي خلت المية تدخل جوا الدرايد فروت الاوزماتيك او الاوزموزز او الضغط الاوزموزي انتو عارفين ان المية لما بتبقى بيبقى فيه في ناحية محلول مخفف وفي ناحية محلول مركز وبينهم غشاء يقبل ان الموليكيولز تعدي بين المحلولين المية هتعدي من المخفف للمركز علشان تخففه فالمية بتعدي من الضغط الاوزموزي القليل للمنطقة اللي هي الضغط الاوزموزي العالي اوكي ودي الخاصية اللي بتعتمد عليها النباتات عشان تروي نفسها عشان تتروي من المية اللي بتتروي بيها كل يوم هذا يسمى ترغط الاوزموزي لذلك الوزموزي ستترغط في الوزموز وهذا بسبب ترغط الاوزموزي ترغط الاوزموزي قابلية انها تتروي والعكس لو سبت خضار اي خضار تازه لسه مليان مروي مليان مياه لو سبته لو سبته لمدة وقت معين سواء الخضار ده لسه مزروع او الخضار ده محتوط قدامك ده ستلاقيه سترغط 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 الوزموز عصوصة لشان تتعبى فيها المياه اسمها vacuoles ده 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 تصبح شمال وفضل معها هذاtechnال عارق مجتمع هذه المائ specificة ويشعر بشعور الكلام يصبح تصبح تصبح مائد ومسلسون الهاتف ومسلسون الهاتف إلى المقاطعة ومسلسون الهاتف ومسلون المقاطعة تغير 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 هذا سيأتي هذا سيأتي المرتفع في كل مرحلة وهذا سيأتي تجعل التجارة الأحوال أن يتغير هذا يسمى مجلسة الويلة الويلة أمريكية تدبع سيأتي على ترغيبه برغبة المجلسة سيأتي على شكلها عن طريق قريب التربة هالبخسيتك ترجيدي في ميطة الغوال سريع الكمال تف увер افضح علينا الاجتماعي افضح علينا الكثيرين هذا هو من أفضح ثمه افضح عليها وإنهي وإنهي طوال يتجع افسح عفوا لكي نتكلم عن التركيب بتاع البرانت إيه اللي بيحصل إنها بترسب مواد موجودة فيها علشان تديها قوة لذلك تدبوزت بعض البرانات عن أو داخل السل زي إما بره السل زي إما من قوة السل لأن الخلايا اللي بره موجودة في النبات ما تقدرش تمنع تبخر المية من النبات من الإنر سلز بتاعتها من السلز الداخلية بتاعتها علشان كده السلز اللي بره الخلايا اللي بره اللي هي اللي بيسموها الإبيدرمال سلز بتدخن becomes thick and impermeable due to cutin كوتين دي مادة زي الشمع كده طبعاً انتو عرفيني الشامع لما ينزل عليه المية بيطرد المية it's a waxy water repellent substance in the cuticle of plants consisting of highly polymerized esters of fatty acids the function of this layer of cutin please remember that this repels water so water is not entering the leaves of the plant anymore like in rain for example ممكن كمان بيحاوط نفسه بطبقة من الفلين طبقة فلين core clear containing superin so the plant may surround itself by an impermeable core clear containing superin يبقى هنا يئمى البلانت حط عليه طبقة شمعية علشان المية تتزحلق من عليه وما يبقاش لها الفرصة انها تدخل من بره للسيلز اللي جوه او ان البلانت الطبقة الخارجية بتاعته قاعدت ترسب طبقة فلين موجودة من مادة السيبرين دي برضو بتقوم بنفس المهمة بانها بتخلي الطبقة الخارجية للبلانت تخينة جدا ما تقدرش حاجة تدخل من خلالها زي ما انتو شايفين في الصورة دي ادي طبقة الفلين الخارجية شايفين ازاي اللي هي الاخضر غامق دي وشايفين هنا طبقة الكيوتن فوق شايفينها في الابديرمال لاير اوكي طبقة شمعية كده علشان تخلي المية تتزحلق من عليها فانتو خدتو دلوقتي دور الكيوتن ودور السيبرين في الحفاظ على الستروكتشر بتاع البلانت ما بيخليش حاجات من بره تعدي عليها طيب نيجي على برضو شكلي من اشكال السابورت والمواد اللي بتترسب اللي هو الستروكتشر والسابورت دور السيليولوز او الليجنن في الستروكتشر والسابورت انه بيترسب على القدار بتاع السيلز بيترسب على القدار بتاع السيلز علشان كده السيلز دي بتبع اقوى تمام عندنا امثلة الكلام ده طبعا انتو عارفين ان البلانت بيتكون من برينكيمال سيلز وفيه كولينكيمال سيلز وفيه سكلرينكيمال سيلز لو شفتوا الترجمة بتاعتها بالعربية حتلاقوا فيه الخلايا الكولينشيمية والخلايا السكليرينشيمية هي بتتنطق انجليش كولينكيمال سيلز قدردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اللي هي عبارة عن تكوين الألياف أو الخلايا الحجرية زي ما انتم شايفين هنا ده مثال منها pentagonal أو hexagonal لإما خماسية أو سلاسية الأضلع خلايا بترسب لجنن على أقدار الخلية من جوة من فضلكوا دلوقتي يعرفوا الفرق هنا السليولوز ترسب بره شايفين بين الخلايا لكن هنا الليغنن ترسب قوة السيل قوة قدار السيل لذلك تكون الخشب وهو مضيفة ومضيفة لذلك المثال الثاني هو بإمكانيزة الليغنن على داخل المطلعات لذلك تكون مضيفة وهو مضيفة ومضيفة لذلك أيضا نستخدم كما نصبح الهاتف المطلعات هل هاتف هل هاتف قوة 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 المطلعات مما سنستخدم هناك لذلك تقدم التبرسول الخلايا لما بيترسب فيها لغنن بكميات كبيرة جدا بتتحول لخلايا حجرية اللي هي بيسموها الهاتف واللغنن ده بيضغط على البروتو بلازم بيجمعوا في الوسط الموقع بتاع الخلايا دي سواء اللي رسبت سليلوز بينها أو اللي رسبت لجنين جوه السيلز بكميات معقولة أو كميات كبيرة جدا ده اللي بيخلي البلانت يبقى ساپورتد أو بيبقى قوي المهاجرة دي أدري في فيبقى الشماء لم Hos reass Chain إنه بيبقى سيكون لكي فيبقى ساтакت أن الأدري nós wonders بمورد المهاجر breath بعمل م laughedoben And we studied the physiological support which involved the whole cell in which the cell becomes irrigated and emptied from its water by means of osmosis Please do not forget the osmosis Okay, the osmotic pressures Water travels from low osmotic pressure to high osmotic pressure And this is maintained by irrigation So you can make a solution for the tub of the tub We have the structure of the support We have the cutin and the cutin The cutin is 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 the material that is available on the outside To make the water out of the water And we also have the cutin The cutin is the cutin Which is secreted by the cells We have colenchymal cells As we talked about earlier Which deposit cellulose between the cells We have sclerenchymal cells Which deposit lignin Inside the cell ولو كان ديب كمية معقولة حيديني الخشب لو كمية زيادة تضغط البروتوبلازم حيديني الخلايا الحجرية لذلك هذه هي ميكانيزمين باستخدام المنطقة أتمنى أن تحصل على المنطقة من هذا القرآن و شكراً لك أن ترى